تفاصيل ومشاهد التحول الذي أبهر العالم ما بين الانكسار بعد هزيمة 67 والانتصار العظيم لقواتنا المسلحة في السادس من أكتوبر أحد أهم المحاور التي عرضها اللواء أركان حرب سمير فرج أحد أبرز قادة قواتنا المسلحة إبان حرب السادس من أكتوبر وذلك خلال احتفال جامعة المنصورة بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد حيث تم استعراض الخطة الاستراتيجية لحرب أكتوبر وبناء حوائط الصواريخ لصد الهجمات الإسرائيلية داخل سيناء أثناء العبور واقتحام خط برليف الذي أكدت إسرائيل آنذاك استحالة تحطيمه قدمنا لهم فكرة عن حرب أكتوبر إيه اللي حصلت في حرب أكتوبر قدمنا لهم الأخطار اللي بتقوم بها مصر دور الشباب في الفترة اللي جاية ما يسمعوش للإشاعات ويعيشوا أيام جميلة لأنهم دول اللي حيقودوا البلد الفترة اللي جاية محافظ الدقالية من جانبه قدم تحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة التي لم ولن تتأخر يوما عن تحمل المسئولية مهما بلغت داعيان الشباب لاستلهام روح انتصارات أكتوبر المجيدة للاقتضاء بأبطالها في رفع هامات الوطن خفاقة هذا الاحتفال بيمثل استحضار للحالة اللي كان عليها المصرين أثناء حرب اكتوبر وحالة الانتصار والانتقال من الانكسار للانتصار ودي رسالة مهمة جدا أن احنا بننقلها لولدنا الطلبة المشاركون أشادوا بما لمسوه من عزيمة وقوة إرادة القوات المسلحة المصرية ومن ورائها شعب عظيم تلحمت إرادته السياسية مع قواته المسلحة في تحقيق هذا الانتصار المجيد الذي خلده التاريخ ليبقى أبدا الظهر شاهدا على قوة إرادة الشعب المصري وكفاءة قواته المسلحة الناس دي عملت لنا إنجاز كبير جدا وكتابوا لنا تاريخ وزيما السيد الرئيس السادات وقف في يوم وقال نصر اكتوبر دي هتبقى من ذكرى وناس هتتكلم وناس هتتعلم من نصر اكتوبر دي وسيظل نصر اكتوبر خالدا في ذاكرة العالم الذي أرخ لروح اكتوبر الكامنة في جوهر شعبه ومعدنه الأصيل تبقى مصر عزيزة بأبنائها قوية بمؤسساتها شامخة بقواتها المسلحة فخورة بتضحيات أبنائها والسلها من انتصاراتهم لتحقيق رفعة هذا الوطن اشتركوا في القناة